الداخل اللبناني كما الخارج بات يدرك أن أزمته المتشعبة مردها إلى أصل واحد نفوذ ميليشيا حزب الله حيث لا تقع مصيبة إلا وخلفها هذه الميليشيا بدءا من السطو على اقتصاد البلاد ووصولا إلى تمزيق النسيج المجتمعي ودق الأسافين بين مكوناته فبعد أن شكل وجود ميليشيا حزب الله عائقا أمام الإصلاح اللبناني جرت هذه الميليشيا إلى لبنان نكبة أمنية أخرى حيث كشفت قوة حفظ السلام الدولي اليونيفل أن ميليشيا حزب الله منعتها من الدخول إلى مواقع مثيرة للشكوك بشأن وجود أسلحة يتم تهريبها إلى سوريا الأمر الذي أثار ردة فعل دولية حيث أشارت واشنطن إلى أن عمل اليونيفل في لبنان لن يجدي إلا بتسلم الجيش اللبناني مهمة حفظ الحدود وبسط الأمن في كافة أرجاء لبنان ومن تهريب السلاح إلى تهريب الأدوية تستمر عمليات ميليشيا حزب الله المضرة بلبنان حيث كشفت مصادر محلية طبية أن هذه الميليشيا تقوم باحتكار الأدوية الأجنبية وبيعها خارجيا بغية إفراغ السوق اللبنانية ومن ثم إغراقها بأدوية إيرانية رديئة جهات سياسية أكدت أن عملية تهريب الأدوية تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة التي تحولتها الأخرى إلى مؤسسة تابعة لمليشيا حزب الله مثلها مثل باقي الوزارات والحكومة برمتها فما إن تشكلت هذه الحكومة بارتماء واضح بالحضن الإيراني بدأت الأزمة اللبنانية تتفاقم وتتشعب بكل الاتجاهات لبنان الآن يدفع فاتورة تهاوي المشروع الإيراني وسعي ميليشيات هذا المشروع إلى محاولة إنعاشه عن طريق نهب ثروات البلاد وتسخيرها لمخططات خامنئي وحاشيته